في البداية أرحب بالجميع أخوتي الضباط وزملائي زملاء النضال والكفاح ونؤكد لكم أننا على مبادئنا ثابتي من أجل استعادة دولتنا واستعادة جمهوريتنا وصولا إلى تحرير عاصمتنا المحتلة هذه الثوابت التي لن نحيد عنها وأي سلام لا يحقق ولا يلبي طموحاتنا سيكون غير مقبول ونحن نعتمد في رأينا هذا على رجالنا في الميدان اللي هو أنتم لا نعتمد على هذا الرأي من خلال السياسيين والمحللين والذي يطلعوا في القنوات الكلام هذا بنقول بثقتنا في رجالنا الموجودين في الميدان اللي هو أنتم وأفرادنا من خلالكم توصلوا لهم هذا الكلام أنه قوة قيادتنا وقوة رأيها وثباتها وثبات موقفها السياسي من ثبات أبطالها في الميدان نحن نعمل من أجل السلام صحيح لكننا نستعد للحرب والحرب القادمة قد تكون أشرسها لأنه أي شيء يأتي بعد هذا الهدن والسلام والتراخي والجهود التي تبذل والذي نعرف نحن حق المعرفة أنها ستذهب سداء وستذهب في مهب الريح ونحن أكثر من جرب الحوثي من خلال ست حروب سابقة كانت الدولة تصبر وتصبر وكانت كل الأطراف السياسية في اليمن تتفرج وكان كل طرف يبحث عن انهيار الدولة للصد عليها ويساعد هذه الحركات التمردية لإضعاف مركز الدولة ونسوا أن هناك أطراف تتربص بالوطن وعلى رأسهم الحوثي المدعوم إيرانيا تنفيذ أجندة إيران في المنطقة إيران طورة الخميني أساسها هو تصدير الثورة خارج إيران وهي تعمل منذ أول يوم على قدم النساق لتحقيق هذا المبدأ ونجحت في سوريا ونجحت في لبنان وأهدوها العالم والمجتمع والدولي والعرب العراق على طبق من ذهب الآن جنوب الجزيرة العربية عبر اليمن تطويق الجزيرة العربية واستكمال هذه الحلقة بجهودكم أيها الرجال والأبطال إن شاء الله نفشل هذا المشروع يجب أن نقاتل تحت رعاية الله أكبر ورعاية الجمهورية اليمنية غيرها ولا ما نشتيش نحن الآن عقيدتنا تدمر جيال تحت الحوثي يدرسوا ويجهلوا ويدرسوا الحوزات والحسينيات ويدرسوا عقيدة باطلة وثقافة باطلة نحن لدينا قضية ولدينا ندفع عن عقيدة صحيحة ما هو عقيدة باطلة نرجو الاهتمام بالجانب الروحي للأفراد والالتزام بالأخلاق وذكر الله في أوقات الفاجر في أوقات الليل لازم نؤمن إن في معركة قادمة وإن في حرب وإن الحوثي لا يجنح للسلام أبداً ولديه مشروع جاي من إيران وإحنا نكون جاهزين والله إن في السلام يحقق طموحاتنا توكلنا على الله فيه هدنة تخدمنا إن شيء خير وبركة ما لم فإحنا كمقاومة وكساحل قوة ساحل يجب أن يكون عودنا قوي لا يكسر ألوية المقاومة لم تعد ألوية جيش شعبي أنت الآن لك ناس تقاتل لها من ست سنوات من سبع سنوات ونحن داخلنا على السنة الثامنة هذا خلاص انتأطر انتأطر في إطار جيش جيش نظامي جيش يحقق انتصارات جيش ينفذ خطط عسكرية إحنا متفقين من أول يوم يا ابناء المقاومة الوطنية وأيضا معانا الأخوة في المقاومة التهمية أيضا نفس النهج إنه هذا مغرم وليست مغنم وإنه إحنا إذا واحد بيضحي بنفسه ويضحى ببيته وأسرته وماله وكله هي مغرم النصر في وجيهكم وفي وجيه المقاومة وأبناء المقاومة في الساحل وأنا نقول لكم هذا الكلام مني ومن غيري ومن ما يصلنا من رسائل أنه عد ثقة الناس بيقولوا في القوات اللي في الساحل هي الذي دائما نشوف لها نشاط نشوف لها لها معركة ما لهاش معارك جانبية لا مع الجنوب ولا مع الفصائل الأخرى ولا به مشاحنات قفت مشاحنات كثير في الساحل وأنه في وحدة كلمة وفي وحدة الصف وأنه كل الناس متفقين أن عدونا الحوثي متفقين صاح أو لا لا عدونا الحوثي ما هوش عدوي لا اللي جنبي ولا اللي شار ولا جاري ولا اللي في الجنوب ولا اللي في الشرق ولا عدوي الحوثي هذا اللي يخرب بلادي وخرب عقيدتي وخرب كل شيء نحاول قدر الإمكان الترتيب مع محور تعز وكان فيه توافقات وكان فيه إجراءات كويسة صالح جبهة التعز وصالح جبهة الساحل توحيد الجبهة من البحر للجبل فلذلك نشد على الأخوة في محور تعز نخطأ نقع يد واحدة لأنه ما أمسى في جارك أمسى في دارك أنتو أخوة في الميدان وعاد تبدلوا دم مشترك بطلوا المحانكات المزاحمات هذا ما لها داعي نحن لسنا في موقف ضعف عارفين كيف بدأت المقاومة وكيف بدأت المقاومة التهامية وكم نحن اليوم أين نحن قوال اليوم ولا أمس بالعكس نحن استفدنا الآن نقدر نخوض معركة بدون نغطا جوي يجب أن نشتغل نحن كمقاومة هدفنا هو تحرير أراضينا في تهامة في تعز في صنعة ليس هدفنا مزرعة ولا أرض ولا أحفر لي بير ولا صلح لي لا هذه تعززنا نحن كقوة ما نقوم به من مشاريع في المناطق هذا وتعطي نموذج للمناطق الغير محررة أنه في بناء دولة حقيقي وفي أمن وفي استقرار نخلي في ذهننا ما هو هدفنا ما هو ماذا نريد يجب أن نستذكر كل يوم صباح ومساء ليش إحنا لابسينا البزة هذا ليش إحنا في المتارس ليش أنا مشرد تارك أهلي اللي تارك أسرته واللي تارك أبوه وأمه ما شافهم سني واللي تارك منطقته سواء كان من أبناء المناطق الساحلية ولا من أبناء المناطق الجبلية كلنا مشردين عرضنا تحت سيطرة الحوثي مزارع الناس تحت سيطرة الحوثي بيوت الناس تحت سيطرة الحوثي ينتهك ويعبث ويفرض الخمس ويفرض ما يريد على ما يشتي وكلها تروح لصالح المجهود الإيراني ما هو إلا ذنب وأداء من أدوات إيران الحوثي يحاول يخربنا عبر تهريب المخدرات والحسيش تهريب الأسلحة عبر إثارة النزاعات وإثارة القضايا الأراضي هذا كل شغل حوثي يتبص هذا فيه هذا فيه يخلينا نختلف فيما بيننا نثنان البي إن شاء الله ما فيه خلاف وإن شاء الله إحنا أخوة وسنبدل دماءنا على بعضاتنا البعض إحنا مقبلين على رمضان ورمضان جاي يحتاج مننا قبل رمضان للإستعداد يا الهدنة يا الحرب ورمضان قادم يشتي مننا تعاون والخلية الإنسانية باتشتغل وقادة الألوية تلمسوا بعض الحالات ونقلوها للخلية وما قدرنا نتعاون فيه نتعاون عبر المساهمة الكاملة نقدر نساهم إحنا كضباط كأفراد كقادة الألوية نساهم وقادة المقاومة هتدي ضعف المساهمة إن شاء الله لازم نعين الفقراء نعين المساكين هذا هو يعطينا الله نصر إذا عنا الناس لماذا خلاص لقد دخلنا وشبعنا والباقي أن يموتوا جوه صحيح صحيح بالله لا أشكر الأخوة القادة وأتضباط وشكرا ججيلا وكل عام أنتم بخير توفيق إن شاء الله